كشف مخطط إسرائيلي أعلن عنه ما يسمى مجلس التنظيم والبناء عن تغيير طابع أراضي المواطنين الزراعية وتسخيرها لغايات استيطانية وذلك ضمن مخطط احتلالي يهدف لضم مساحات واسعة من أراضي سلفيت وكف الحارس المخطط في تغيير صفة الاستخدام للأراضي الزراعية إلى أراضي سكنية وأيضا شرعنت البؤرة الاستيطانية الرأس وأيضا تكمن خطورة هذا المخطط بربط المستوطنة الغربية أو المنطقة الصناعية رائلة الصناعية عبر منطقة الرأس وشرعنتها المنطقة الاستيطانية الجديدة ما يعزل عشرات آلاف الدنومات عن محيطة وعن القراء السكنية من أراضي سلفيت وكف الحارس الاحتلال كان قد سبق هذا المخطط بإنشاء بؤرة استيطانية في منطقة الرأس غرب سلفيت على مساحة أربعة آلاف دنوم وهي المنطقة ذاتها المعلن عنها ما يؤكد عزمه ربط مستوطناته مع بعضها ضمن كتلة استيطانية كبيرة يعتبر هذا المخطط هو الأخطر بالنوع حاليا في المنطقة فهو يهدف بالإساس إلى ابتلاع المئات من الدنومات الزراعية المملوك لأصحابها في سلفيت وحارس وكف الحارس لصالح توسعة مستعمرة أرائيل وأقامة حي جديد استيطاني ومن هنا يجب علينا كسكان المحافظة وكفلسطينيين وكل إنسان وطني التحرك من هنا لإحباط هذه المحاولات الإسرائيلية للاستلاء على ما تبقى من أراضي المحافظة وتهويد المنطقة بشكل كامل وأيضا تغيير طابعها لصالح سياسة التوسع العنصري وسياسة التهويد العنصري المخطط سيتضمن شقة طرق استيطانية وتقييد استعمال الأراضي بالنسبة للمزارعين وهنا تكمن خطورته حيث سيحضر عليهم استصلاح الأراضي وفلاحتها قرار الاحتلال بتغيير طابع المنطقة هو فقط مجرد ذر للرماد في العيون فما يجري على أرض الواقع سبق ذلك بكثير حيث بدأ الاستيطان فيها منذ أكثر من عام من أراضي مدينة السلفيت محمد الشتاية تلفزيون فلسطين